شاهدت مباراة نجاريا يعني بدايتنا بمباراة نجاريا حاجة كويسة لنا؟ ولا كنت تتفضل أن مباراة نجاريا تبقى في آخر مباراة في البطولة في المجموعات؟ والله بصة مش هتفرق أسلوها في الأول وفي الآخر طبعاً أنت أكيد لازم هتحترم التلات فرق ولكن طبعاً خلينا على الورقة بنتكلم أن أنت المنافس الرئيسي بتاعك هو منتخب نجاريا فأنت هتلعبه في المباراة الأولى أو المباراة الأخيرة مش هتفرق أنت هتبقى مطالب أن أنت هتحقق قدامه نتيجة كويسة علشان تبقى سكتك أسهل بعد بس تحضيرك للمباراة هتبقى مختلف يعني تحضيرك للمباراة نجاريا في البداية بص هي كانت بقى هي بص تفرق بقى في أمور تانية في التحضيرات مثلاً زي ما أنت بتقول على سبيل المثال مثلاً أن أنت بقى زي ما أنت بنتكلم في العيب زي عمر السلي بالضبط بيقاهل ومش هيبقى موجود بنسبة كبيرة شاء الله موجود بس الممكن معاش موجود ويبتدك كلام أنه ممكن مع التانية أحد فحالة أن ساعتها لو كان نيجيريا المباراة الثالثة كنت هيبقى معيك وكان هيزودك لأنه طبعاً إضافة الخط الوسط ولكن حتى يعني أنا شايف أنه حتى في غياب عمر السلاء رغم أهميته ولكن شايف برضو اللعبة اللي موجودة وتقدر تلعب على الدائرة يعني تقدر أنها برضو تغطي غياب عمر حتى لو ما شاركش في المباراة لما هي مباراة مهمة طبعاً مباراة مهمة وبتحدد سكتك في البطولة تعارف فيه أول وتو خد بالك كمان من نقطة عادل مهمة موضوع أن أنت بقى 24 فريق وأن المجموعة الأربعة ما بقاش منها اتنين بس دور 16 لا بقى بيصعد أول اتنين وحسنة أربع توالد من الست مجموعات ده طمع الفرق في المجموعات كلها يقول لك لا مهانا صعد ومع الصعود المعنويات بتاعها والحالة الفنية بالمرور والحالة تكلمون بورا إيه بالزبط كمان وفي كورونا كمان ما تعرفش مين هيلعب ومش هيلعب دي بتطمع يعني كتير جداً الفرق أنها يتنافس وإنها يعني بلغة الكرة تقرف المنتخبات عشان كده دايما نما تيجي تتكلم وتقول هو أنت ممكن تتخيل أنه يبقى فيه مثلاً في المجموعة دي المفاجأة أو في المجموعة دي آه وارد جداً أنها تحصل مفاجآت لأن دايماً هتلاقي منتخبين مرشحين مرشحين وواحد منهم هتلاقي واحد تالت حواته أهلش عايزة يتشعبط في المجموع عشان كده البطولة عمتاً بتبقى قوية والأسماء اللي فيها واللعيبة اللي فيها وعندهم بلعبوا في أوروبا وعندهم خبرات رفعت من قيمة البطولة كتير طبعاً وأنا طبعاً يعني أنا بحي طبعاً كاميرون كبلد أن هي أصرت أن البطولة تتلعب طبعاً لأن كانت الضغوط كبيرة جداً البطولة دي ما تتلعبش وشوفنا تصريحات كانت أبعضها مفهوم وبعضها غير مفهوم ما حدش فين منه حاجة على أساس يعني تصريحات برضو يعني مش هولد فابريكة ولكن تتنقلت بشكل خاطئ يعني تصريحات قدتوا معظم الناس تدولتها لكن كان برضو يعني عملوا يعني الناس فرقاء عب بيها ولكن هي تصريحات ما كانتش يعني في الآخر بص في الأول وفي الآخر يتحسب لهم أنهما يصمموا أن البطولة تتعمل لأن برضو إحنا ما بتتكلم في بطولة البطولة دي لازم تبقى بطولة تحترم لأنها بطولة كبيرة فما ينفعش الناس برضا فأوروبا تتعامل معها وبعض أن البطولة الأفريقية دي حاجة كاميرو بتمثل القارة كمانا والقارة لازم تحترم الضيوف كلها عسي فيه أندية كتيرة برضا ما ينفعش صانف الضيوف فيه أندية كتيرة برضا يعني ممكن بتقلل شوية مش عايزة تبعت اللعيبة بتاعتها حسنا البطولة ضعيفة بتقلل من القيمة الفنية لا البطولة دي هي مجموعة اللعيبة اللي بتلعب فيها دي كلها هي اللي متوزعة في أوروبا هي اللي بتلعب في أوروبا طبق كابتن بركات الناس اللي عايز تقلل دي هتقلل من بطولة فيها 50 لعب 50 لعب في الدور الإنجليزي بطولة طبعا هو كلام الكلام مش مزبوط دايما بطولة الأفريقية بتبقى بطولة قوية ولكن طبعا هي الظروف بقى الفترة دي انا شفنا ظروف نقل البطولة أول مرة ما تنقلت من الكاميرون جات مصر وكانت طبعا مفاجأة خروجنا ساعتها ولكن احنا يعني الظروف بتاعت كورونا برضو مش مساعدة طب انت شايف البطولتين دول الظروف فيهم متشابها ولا لا الناس ما بتفعش معاها برضو في ناس أهم حاجة بالنسبة لهم الصحة يعني انت أوكلاند سيتي لنيوزيلندا يتسعب من بطولة كاسل العالم المرة التانية على التوالي اجراءاتهم وكده اه يعني فهم اجراءاتهم يعني فإيه اللي بيأثر في عدم وصولهم وزورهم برضو هو الكورونا طب انت شايف البطولتين بطولة 19 2019 اللي كانت موجودة عندنا يعني الناس كلها كانت حط أعمال كبيرة جدا عن منتخب وما قدناش فيه أحسن حاجة والبطولة دي حاسس فيه فرق فرق في التحضيرات بتاعتها حاسس فيه اختلاف لا بص دلوقتي أحسن أنا بقولك دلوقتي أحسن الرغم ان احنا في 2019 عادل احنا كسبنا ثلاث مرشات بتوعنا في دور المجموعات ولكن لو تفتكر الأداء مكانش أحسن حاجة مكانش أحسن حاجة ومكانش يطم وكان الناس مستني الوقع وبمجرد أما جينا في دورة 16 احتكينا بمدرسة أقوى مش أقوى حاجة جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا مالعبنا جنوب أفريقيا في دورة 16 بمجرد ما احتكينا بجنوب أفريقيا مدرسة أعلى في الكرة وقعت وقعتنا وفي نفس الوقت برضو حضر أبلك مثلا في نفس النقطة دي برضو خاص بمباراة جنوب أفريقيا الجنة خلت فيها أنا فاكر في الديئة 85 كان ناقص 5 دقايق وكان فيه 5 دقايق كمان كان فيه 10 دقايق قدام تفرج على طريقة أداءنا ولا أبنا في العشر دقايق لا أنا أتكلم عليك فين بقى الروح ومئة ألف في الاستاد والقلب وأننا في العشر دقايق حكسة وما كانش فيه أي رد فعلي من اللعيبة ولا من الجمهور ولا فيه تفاعل مع الجمهور حتى فده إحنا مش متعودين ده بقى اللي أنت كنت تتكلم فيه نوع إيه في 2006 و2008 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 والحاجات دي كلها عشان كده إحنا دائما بنقول إحنا عندنا الدنيا سهلة جدا شوية قلب حتلعب وعندك اللعيبة كل مرة عندك اللي يقدر يعمل لك كل حاجة ولكن إيه القلب وهكورة كده تلعب